السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الدرس التالت من سلسلة بروز تعلم البرمجة باستخدام لغة الجوافة ان شاء الله النهاردة الدرس بتاعنا هيكون متين شوية وعايز دماغ مسحصحة خلينا صغر الحجم بحيث ان المكان اللي هكتب فيه الكود يديني مساحة وممكن ان انا اعمل منيمايز للبروجيكت بتاعي واخد المساحة ككل ان انا اكتب البرنامج بتاعي ما عنديش اي مشاكل ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الارثماتيك اوبريتور الارثماتيك اوبريتورز زي ما انتم عارفين هي العمليات الحسابية اللي بتكون بلس ومينس وضرب والاسمة واخيرا المدنس اللي هو باقي الاسمة او اللي منقول عليه الرمندر هي دي العمليات الحسابية اللي هنقوم بها طب العمليات الحسابية دي ممكن اقوم بها على المتغيرات ممكن اقوم بها كحاجة مباشرة لو انا عندي قمتين عايز اجمعهم مباشر وحطهم في المتغير ما عنديش اي مشاكل على سبيل المثال لو انا قلت انت اكس بيساوي عشرة زائد عشرين فاصبح ان الاكس هنا قيمته تلاتين ليه لانه هو جمع الاول عشرة زائد عشرين وخزن القيمة بتاعته في الاكس تمام كده طيب الاستخدام التاني او اللي باستخدمه بقطرة لو انا مثلا معرف متغير اسمه اين مسميه او مدي له قيمة عشرين مثلا ومعرف متغير اسمه بي واسند له القيمة اللي هي عشرة ومعرف متغير تالت اسمه سي واسند له انه هو حاصل جمع ما بين ا زائد البي ما عنديش اي مشاكل حيث ان السي بيساوي الا زائد البي فالكمبيلر هيروح على الاي هيجيب كونتول اللي هي عشرين وهتبقى هنا عشرين وكمبيلر هيروح عند البي وهيجيب القيمة اللي هي عشرة وهيحطها هنا عشرة ويجمع لي الكمتين على بعض ويحطه لي القيمة في السي ده بشكل عام اول عملية حسابية او عملية الاد اللي بستخدمها في العملية الحسابية طبعا على هذا المثال بقى وعلى هذا المنطق بيتم جميع العمليات الحسابية سواء الماينس او عملية الضرب او عملية الاسمه او عملية الريمندر او اللي هي بقى الاسمه يعني على سبيل المثال ممكن اعرف متغير انت دي مسلا بيساوي اي ناقص بي ناقص بي وبرضو انت اي بيساوي اي ضرب في البي لو حابب اطبع القيم دي باطبعها عادي جدا ما عنديش اي مشاكل اطبع القيم الاخيرة على سبيل المثال فلو انا اقول اس او يوتي ادي مسلا قيمة الاكس او خلينا ناخد بشكل تاني او طريقة تانية بدل ما انا هستخدم السيستم ضد قوت علشان اطبعه كل شوية اختبر هو انا فين في البرنامج فهعمل حاجة مفيدة هستخدمها بعدين في البرامج الكبيرة اللي بالتالي انا هاعرف الكمبيلر خارج الدلة دي ايه خليني في الاول اروح عند اي ساطر مسلا انا عايز اشوف القيمة بتاعته ايه واجه هنا في الهاي لايت ده او في المرجن ما بين الارقام وما بين الادوتور بيسمح لي ان انا اضغط دقطة هنا الضغط دي بينتج لي عنها دايرة الدايرة دي كاني بقول وانت بتعمل تعلالي عند الخطوة ده ايه وقف علشان اشوف كل حاجة بتمشي ازاي في البرنامج فبالتالي انا هنا مش احتاج الرن المباشر مش احتاج ان انا اعمل رن مباشر لان لو عملت رن مباشر البرنامج بتاعي هيتنفز ومعندوش اي مشاكل وخلصت على كده زي ما انتو شايفين البرنامج بتاعي تنفز ما عندوش اي مشكلة تب ايه فايتة العلامة دي فايتة العلامة دي بتكمن في عملية الدباج ايه هي الدباج اللي هو اكتشاف الاخطاء او ان انا بعمل باجي عند نقطة معينة وبقول الكمبيلر اوقف عند النقطة ده هي علشان انا اللي هتحكم اشوف الخارج بتاعي البرنامج ايه واشوف الده اللي دي بترجع ايه واشوف المتغير ده قمته هتبقى كام واشوف واشوف تسلسل عمل البرنامج ايه فبالتالي لو ضغطت على الايكونة دي اللي هي الدباج دي ايكونة الدباج اللي بالتالي انا بقدر اشوف قيم المتغيرات بتاعتي وقيم الدول بتاعتي والدلة دي بترجع ايه وما خلافه فعلى سبيل المثال هو نفذ التلت اصر دول ووجيه عند النقطة ده هيه ووقف فعلا لما وصل عند النقطة ده هيه كان قد انا معرف متغير اسمه اكس اهو اداني كنتو بتلاتين وتحت في الفاريابولز لقيت كنتو بتلاتين فهو خزني خزني متغير اسمه اكس واسند له القيمة تلاتين وبعد كده خزن متغير تاني اسمه ايه وخزن فيه قيمة عشرين وبي وداله القيمة عشر فبالتالي بمجرد وصوله للنقطة ده هيه قال لي ان انت محتاج الايه اللي هي قيمتها عشرين ومحتاج البي اللي هي قيمتها عشرة اهم اللي اتنين اهم فبالتالي لو انا عملت ستيب اوفر يعني انزل سطر نفذ السطر ده وانزل السطر اللي بعدي انا عايز اتتبع البرنامج بتاعي ماشي ازاي ماشي ازاي وشغل ازاي فكده اللي ستيب اوفر بيقول لي نفذ السطر ده وانزل السطر اللي تحتيه فهنا السي عمل متغير جديد اسمه السي اسند له القيمة اللي هي في ايه والبي وجمعهم على بعض وطلع له القيمة تلاتين في السطر ده هو محتاج ايه محتاج الايه ومحتاج البي فبالتالي الايه قمتها عشرين والبي قمتها عشرة، فبالتالي هيقوم بعملية الحسابية لو انا بسيت بص وجيت عند الايه اهو فالاي قمتها عشرين والبي قمتها عشرة، حاصل الطر هو عشرة فبالتالي العشرة هتروح عند الدي طبعا لو انا روحت عند ال D مش هلاقي العشرة لانه هو لسه منفس السطر فلو جيت اتكيت step over اصبح ان ال D اخذت العشرة وكذلك برضو في ال E هو هنا برضو واقف عند السطر ده فال A قمتها 20 وال B قمتها 10 وحاصل الضرب ما بين ال 2 قمت و 200 وبالتالي لو انا عملت step over قيمة ال E قمتها 200 وبالتالي البرنامج خلص وانتهى يبقى انا كده فهمت احد الطرق اللي بكتشف بها الاخطاء بتاعتي لو انا شاكك في سطر معين ان هيبقى فيه الخطأ فبوصل للكمبيلر من خلال العلامة دي وبعمل ال debug علشان اكتشف الخطأ بتاعي ايه كمان لو انا كاتب مسألة رياضية ومستني نتج مثلا وليكن قمت عشرة مثلا ولقيت البرنامج مطلع لي قيمة مختلفة تماما مطلع لي قيمة 20 فبالتالي انا اروح عند السطر اللي هيبقى فيه الشك بتاعي واحط العلامة ده اهي وبعد كده اختار debug علشان اكتشف طريقة عمل البرنامج او المسألة بتاعتي بكون ازاي دي طبعا طريقة حبيت ان انا اذكرها لكو علشان الكل يركز فيها والكل لو حصل اي اخطاء في البرنامج ايا كان سينتكس ايا كان اي خطأ ممكن تتعرض له فبالتالي تقدر ان انت تتشف الخطأ بتاعي نرجع ثاني ونكمل العمليات الحسابية زي ما قلنا ان plus وال minus والضرب والاسمة والباقي الاسمة كل ده سهل جدا ان انا نفزه ممكن بقى في المسائل اللي هي الاكتر تعقيدا بيبقى عندي اكتر من عملية حسابية بتتنفس في سطر واحد مثلا على سبيل المثال لو انا مثلا عندي اي زايد البي وضربتها مثلا في الاكس وبعد كده اسمتها على الاي تاني على الاي فبالتالي ايه اللي هيتنفس وايه اللي مش هيتنفس يعني انا مثلا لو انا جيت متخيل ان العملية دي هتكون اي زايد البي بتساوي تلاتين تلاتين في تلاتين ادي تسعمية تسعمية على الاي اللي هي قومتها عشرين يعني حوالي اه خمسة واربعين فاصبح ان الناتج بتاعي خمسة واربعين هل لو انا عايز التسلسل ده يتم بالشكل ده وعايز الناتج خمسة واربعين هل ده هو اللي هيحصل تعالى نطبع كده قبل ما نعمل الكمبيلر كومتة سي ونشوف كومتة سي هتطلع لي كاب سي نعمل ران كومتة سي خمسة وثلاثين اللي هي ازاي خمسة وثلاثين قال لي ان في العمليات الحسابية في بعض التفضلات بينفزها الكمبيلر نفسه يعني ايه التفضلات دي او ايه هي التفضلات اللي بينفزها الكمبيلر بنفسه قال لو انت اول حاجة عندك ان لازم تكون حاجة ما بين اقواص فده اللي بينفزها يعني العمليات الحسابية اللي بيتم داخل الاقواص هي اللي بتتنفز الاول بعد كده الاسمة والضرب يعني انا بعد كده يعني هو كانه ضرب البي في الاكس اللي هي قمتها تلاتين في عشر ادي تلتمية بعد كده اسمها على الاي اللي هي تلتمية على عشرين فيها الخمستاشر بعد كده زائد الاي اللي هي عشرين خمستاشر زائد العشرين بخمسة وثلاثين ده الناتج بتاعي يبقى دي التفضلات اللي هو فضلها البرنامج بتاعي او الكمبيلر انه هو يقوم بالعملية الحسابية دي بس انا حسبتها وانا عايز الناتج اللي هو خمسة واربعين يبقى انا لازم ادخل الاي زائد البي جوه قصين لو انا دخلتهم جوه القصين كده وتعالى نعمل ران هلاقي ان الناتج خمسة واربعين يعني معنى كده انه هو نفز لي جوه الاقواص الاول ايا كان ال جوه الاقواص بينفزهولي الاول الاي زائد البي وبعد كده بيدرب وبعد كده بيقسم على الاي يبقى هو التسلسل الطبيعي لتنفيذ العمليات الحسابية اول حاجة اي حاجة ما بين الاقواص هي اللي بتتنفيذ الاول تاني حاجة الاسمة والضرب عمليات الاسمة والضرب تالت حاجة واخيرا اللي هي الجمع والطرح تمام كده تمام دي برضو علشان نركز في القيم ما نقولش ان انا مستني قيمة كزا والقيمة كزا ما جاتش يبقى فيه خطأ في البرنامج لا مش خطأ انت لازم توضح له انهي عملية هتتنفذ قبل العملية اللي قبلها لانه هو هنا بتسلسل معين خليني امسح الحاجات دي كلها في عندي حاجة لازم برضو اقولها علشان تكون واضحة للناس لو انا انشأت متغير مثلا وليكن انت برايس قمت البرائس ده وليكن مثلا 30 جنيه وعايز اعدل او عايز اعمل عملية حسابية على البرائس ده فانا كنت بعرف متغير جديد انت مثلا سي بقول بيساوي البرائس مثلا عايز ازوده السعر مثلا بتاع الكطعة دي او بتاعة الحاجة دي زادت بقيمة 10 جنيه فبالتالي انا هنا انشأت متغير جديد وحطيت فيه البرائس الاديم اللي هو 30 وزودت عليه العشرة في البرمجة عمتا ممكن ان انا الغي السي ده خالص وحط المتغير بتاعي اللي هو برايس ايه الكلام اللي انا كاتبه ده الكلام اللي انا كاتبه ان في السطر الاول هو انشأ متغير اسمه برايس وخزن فيه القيمة 30 في السطر التاني جاب القيمة 30 اللي هي في البرائس وضاف عليها العشرة وبعد كده خزنها في البرائس معنى كده ان قمت البرائس اصبحت 40 يبقى هو شالي 30 اللي متخزنه already في البرائس وحط القيمة اللي هي البرائس فده التعديل المباشر بتاعي يبقى ده اصبحت القيمة الجديدة للبرائس او التعديل اللي حصل على البرائس وده القيمة القديمة طيب في بعض الحاجات بتوفر علي وانا شغال كودنج او شغال اه بكتب البرامج بتاعتي وهي في العملات الحسابية زي ايه زي مثلا ان انا ممكن اشيل السطر ده كله بدل مكتب برائس تاني مرة تانية لا ممكن اكتبها بالشكل ده اقول برائس بلاص ايكوال عشرة لو كتبتها بالشكل ده هي هي نفس الشكل ده اللي هو كإني بقول ان البرائس جديد بس زودلي عليه القيمة عشرة دي هي هي دي يبقى اصبح ان اي قيمة انا عايزة تزودها على نفس المتغير بتاعي بس اشيل القيمة القديمة يبقى انا بس اخدم الاختصار ده يوفر عليها كتير قوي في عملية الكتاب كذلك برضو يعني كل اللي انا هقوله دلوقتي في العمليات كلها سواء الضرب او الاسمة او الطرح او الريمندر يبقى بالتالي لو مثلا في مثال عندي البرائس وعايز اطرح منه حاجة قيمة يبقى بقول برائس مينس اكوال عشرين فبالتالي انا كده طرحت عشرين من البرائس بتاعي اللي هو القديم وحط وخزلي القيمة الجديدة في البرائس اصبح ان قيمة البرائس هنا كان عشرين حتى هو هنا البرنامج بتاعي بيساعدني وبيقولي ان الفاليو عشرين السايند تو برائس ايان كان بقى انا مستخدمتاش ولا مستخدمتاش بس البرائس ده قيمة وعشرين في بعض الحاجات اللي هي الانكريمنت والديكريمنت ودي بتستخدم لو انا هزود بس على الرقم واحد اللي هي ايه اللي انا مسلا لو انا عايز ازود على البرائس اللي هو قيمة وعشرين ده واحد فبتب برايس بلاس بلاس ودي هنشوفها كتير قوي في عمليات اللي هو اللوب عمليات اللوبينج تكرار هلاحظ دايما ان انا بزود واحد بزود واحد كل مرة ما تشتتش نفسك دلوقتي بالتالي لو انا طبعت قيمة البرائس اس او يو تي ادي البرائس تعال نشوف القيمة كاما انا متوقع ان القيمة هتبقى واحد وعشرين القيمة فعلا واحد وعشرين لان القيمة هنا القيمة هنا بتاع البرائس كانت تلاتين بعد كده برايس خد قيمة تانية اللي هي تلاتين قيمة الاديمة زائد العشرة وخزنها لي بقى قيمة اربعين بعد كده البرائس مينوس بيساوي عشرين يعني اطرح من البرائس عشرين وخزنها برضه في البرائس فبالتالي اربعين نواص عشرين عشرين بعد كده البرائس بلاس بلاس اللي هو زود لي واحد على البرائس واطبع لي البرائس فبالتالي طبعت البرائس هتبقى واحد وعشرين كذلك برضه البرائس بلاس في منها المينوس مينوس اللي هو الديكريمنت اللي انا عايز اقلل البرائس مثلا مينس مينس فبالتالي يبقى انا كده زودت واحد ورجعت شلته تاني يبقى انا البرائس بلاس بلاس يعني زود واحد على البرائس البرائس مينس مينس اطرح واحد من البرائس فبالتالي قمت البرائس المخروض انها تطلع عشرين لو عملت ران اصبح ان قامتها عشرين طيب هل انا من المفترض ان انا اسند القيم دي انا كمبرمج اسندها القيم دي ولا اخلي البرنامج بتاعي يبقى الانتر اكشن او يتفاعل مع المستخدم بتاع البرنامج بتاعي فانا بالتالي محتاج ان انا استقبل قيم وخلي المستخدم يدخل قيم علشان يقوم بالعمليات الحسابية اللي انا عايزة بالتالي هنا هنخش في مدخل تاني وهو الادخال في لغة الجاب او الامبول علشان ادخل قيمة في الجافا بحتاج لقلاس اسمه السكانر السكانر ده هو عبارة عن ايه هو عبارة عن جزء من حزمة جافا اللي هي باكيج اسمها يوتل يبقى السكانر هو جزء من حزمة جافا باكيج اسمها يوتل الباكيج هي عبارة عن تجميعة او مجموعة من القلاسات اللي انا فيها دي باكيج فيها كلاس واحد اما الباكيج بتاع الجافا زي اليوتل دي فيها مجموعة من القلاسات القلاس اللي انا باستخدمه في عملية الامبوت اسمه اسكانر اسمه اسكانر علشان اتعامل مع الحزمة دي او علشان اتعامل مع القلاس ده لازم الاول ان انا استدعي القلاس بتاعي جوه البرنامج بتاعي وعلشان استدعيه باستخدم حاجة اسمها الامبورت طيب انا هحط الامبورت ده فين قالك هتحط الامبورت ده بعد الباكيج بتاعتك يبقى انت كده ادي الباكيج بتاعتك وقبل الكلاص بتاعك هتعمل هنا الامبورت من هنا الهنا هتعمل هنا الامبورت لاي كلاس واي حاجة انت عايز تستدعيها من برا على البرنامج بتاعك على سبيل المثال احنا دلوقتي هنشتغل مع الاسكنر فبالتالي اول خطوة في الاسكنر اول خطوة في الاسكنر علشان اخلي اليوزر يتفعل معي ويدخل الاسم بتاعه او الارقام اللي هو عايز يعمل لها عمليات الحسابية لازم استدعي الاسكنر الاسكنر هو المسؤول عن العمليات اللي بيتم ادخالها من قبل المستخدم علشان ادخل قيمة يبقى لنا لازم محتاج اسكنر بيتم بقى استدعي الاسكنر ازاي عن طريق كلمة اسمها الامبورت طيب الاسكنر ده موجود فين موجود في حزمة زي بالزبط نفس الباكيج دي اللي هي القوم دوت قامباني يبقى انا لو انا في برنامج تاني وعايز استدعي البرنامج بتاعي ده هقول امبورت كوم دوت قامباني ضد المين اللي هو القلاس بتاعي اللي انا عايز استدعيه تمام بس انا عارف ان القلاس بتاعي اسمه ايه اسكنر وموجود في الباكتج اللي اسمها ايه java.util فبالتالي هكتب java.util dot scanner ويبنهي بسيميكول يبقى أنا كده استدعية الاسكانر المسؤول عن عمليات الادخال في البرامج بتاعتي علشان أخلي البرنامج بتاعي يبقى interaction مع المستخدم طيب أنا استدعيت الاسكانر بقف على كده ما بقفش على كده الاسكانر ده لازم اطلع منه object بحيث ان انا اتعامل معه في البرنامج أنا استدعيت الاسكانر خلاص هو الاسكانر هو موجود دلوقتي معي واصبح ان الكمبيلر خلاص اتعرف ان في اسكانر هيتعمل في البرنامج طيب الاسكانر ده لازم اعمل منه object بحيث ان الابجيكت ده اقدر استخدم جميع الدوال اللي في الاسكانر طبعا الكلام ده هيبقى غريب عليك شوية دلوقتي بس لما هنخش في الابجيكت oriented programming هتفهمه بشكل واضح جدا فخليني ألغي الكلام ده كله وهاعمل اوبجيكت من الاسكانر علشان اعمل الابجيكت بكتب اسم الكلاصب بتاعي اللي هو الاسكانر بطلع منه مسلا النام وفي اوبجيكت اسم الابجيكت بتاعي مسلا هسميه ريدر اللي هو القارئ بيساوي new scanner ويبقى في البسيميكول هلاحظ هنا انه هو مستني كيمة مستني حاجة مستني برامتر هنا البرامتر اللي هنا من غير ما هنخش في تفاصيل هكتب system.n السيستم.n دي هي المسؤولة in الريدر ده هيقرأ من لوحة المفاتيح هيقرأ من لوحة المفاتيح بتاعت الكيبورد بتاعتي تمام كده او هيقرأ من الكيبورد بتاعتي إبقى احنا هنا كده انشأنا كائن او object من الاسكانر من الاسكانر من الاسكانر اللي اسمه الاسكانر اللي اردي انا اعمله امبورد في البرنامج بتاعي تمام الكائن ده طبعا هنتعرف اكتر ازاي كدبتها بالشكل ده لما نخش في ال object oriented programming بس يهمني تعرف او تحفظ الطريقة دي زي ما هي كده بالظبط علشان نقوم بعمليات الادخال طيب نوع الادخال ايه؟ نوع الادخال system dot in اللي بيمكنني من استخدام الكيبورد كنوع ادخال ممكن يكون نوع الادخال ده هو عبارة عن ملف او من الديسك بتاعي او من قعد البيانات او الانترنت بس system dot in هي الكيبورد طيب بعد ما عملت ال object بتاعي اللي هو الريدر بالتالي لو انا عايز انشئ متغير انا في الاول كنت بقول انت الاكس بتساوي مثلا 20 وبسند القيمة بتاعت الاكس بقيمة 20 انا هنا هشيلي العشرين لاني انا ما عرفش اليوزر هيدخل ايه؟ فبالتالي بستخدم ال object ده هو اللي هو الريدر dot عندي مجموعة من الدوال المسؤولة عن الادخال اللي انا بسميها دوال الادخال كل ده اللي بيبقى ليها نوع مختلف من الادخال على سبيل المثال ال next end يبقى انا كده هبدخل رقم next end يبقى انا بدخل رقم integer لو انا عايز ادخل رقم double وخزنه في الاكس انه هو double بختار next double خلينا اكتبها next double يبقى انا كده بدخل قيمة double وزي ما انت ملاحز كده اننا علشان استدعي القيم دي او علشان استدعي الدوال دي بكتب اسم ال object بكتب اسم ال object وبعد كده ضد بلاقي عارض لكل الميسود اللي موجودة جوه القلاص بتاعي اللي هو السكنر يبقى انا كده لاني معرف متغير اسمه اكس ونوعه انت فبالتالي الادخال بتاعي هيكون الا next end وبالتالي اعمل متغير تاني اسمه بيساوي reader dot next end برضو اصبح ان انا كده عندي متغيرين هيستقبلوا القيمة بتاعتي من المستخدم من المستخدم من خلال الكيبورد زي ما انا قول system dot end وبعد كده هقوم بالعملية الحسابية بتاعتي اللي هي الانت sum بيساوي x زائد y وبالتالي هتطلع له على الشاشة s o u t sum بيساوي وينه بلاص sum طبعا هيبقى فيه كلام كتير عن the scanner ده هنعرفه قدام بس يهمني ان انت تعرف دلوقتي الشكل ده او الحاجة دي كدولي ادخال لو انا مدخل int رقم int يبقى next end كذلك لو انا عايزة ادخل قيمة بايت برضو بكتب next byte مفيش اي مشاكل next byte next short next float next loan تمام يبقى دي العرقام الحسابية اللي انا شغال عليه طيب تعال بقى ننصك عمل البرنامج بتاعنا s o u t welcome sum program نيني نيني انصك البرنامج شوية وبعد كده ال x ده اللي هو القيمة الاولانية فبالتالي s o u t وقول له enter your first number بيساوي طبعا انا عايز المستخدم يدخل قولي على نفس السطر بتاع الطباعة ده فبالتالي هلغي ال l n انما لو انا سيبت ال l n فبالتالي هتطلع لي d على سطر والمستخدم هيدخل القيمة على سطر d فعلشان تكون بشكل احترافي ابطر خليها print ctrl c وبعد ما هيدخل القيمة ويخزنها لي في متغير x هيدخل على الشاشة interior second number وبالتالي هيدخل قيمة ال y بعد كده هيعمل لي العملية الحسابية اللي هي ال process اللي هو الصم بيساوي x زائد ال y وبعد كده هيتطلع لي على الشاشة الصم بيساوي كذا تعال نعمل run ادي welcome to some program بعد كده بيقول لي enter your first number بالتالي هدخله 50 اضغط enter enter your second number 70 اضغط enter sum بيساوي 120 يبقى انا كده انا كده عملت برنامج تفاعل مع ال user او مع المستخدم تقدر بقى تعمل البرنامج ده على جميع العمليات الحسابية بمجرد ما المستخدم يدخل القيمة بتاعته او القيمتين اللي هي ال x وال y تقدر كمان تضيف int الساب بيساوي x واتطلع له على الشاشة control c وهنا control v وهتكتب هنا الصب وهنا الصب لو عملت run برضو نفس الحكاية هيعمل لي عملية الصم وهيعمل لي عملية الطر لو انا دخلت 100 ودغلت enter وبعد كده 20 ضغلت enter قال لي الصم 120 الصب 80 تمام كده اخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي تصميم البرنامج بتاعي وازاي ان انا ارتب البرنامج بتاعي بحيث انه هو يبان برنامج كويس وفي نفس الوقت ما لغبطش المستخدم بتاعي زي على سبيل المثال انا قلتلك مثلا ان ال x وال y بيتم استخدامهم بالشكل ده بس لو انا مثلا ما كتبتش السطرين دول وما كتبتش السطر ده وكتبت البرنامج بتاعي بالشكل ده اللي هو انا عملت عملت object من ال object ده هستخدمه انه هو يدخل او يمكن ال user انه هو يدخل القيم بتاعته ال x وال y وبعد كده هنعمل العمليات الحسابية اللي هي ال process العمليات الحسابية ال sum وال sub وبعد كده هتطلع له على الشاشة ال sum وال sub تعال نعمل run لو انا عملت run ادي البرنامج بطاعته اشتغل لو انا دخلت مية وبعد كده عشرين هي هي نفس الحاجة بس مش ملهاش تصميم معين لان انا اللي كاتب الكون فبالتالي عارف ان انا هدخل القيمة الاولانية اللي هي الاكس عارف ان انا هدخل القيمة الاولانية اللي هي الاكس وعارف ان انا هدخل القيمة التانية اللي هي واي وبعد كده هو هيعمل كزا و هيعمل كزا بس المستخدم ما يعرفش ما يعرفش الحاجات دي فبالتالي انا هنا انشأت الحاجات دي اللي هي اعرف البرنامج الاول طبيعة اعرف المستخدم الاول طبيعة البرنامج بتاعي ايه فانا بقول له والله welcome to some program وبعد كده طلعت له على الشاشة انه هو يدخل كمان علشان برضو تكون الصورة وصلة لك لو انا ضفت ال ال ان بص ايه الفرق ما بين ال 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 ان وما بين اه لو انا شيلت ال 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 ان لو انا جيت هنا وضغطت هنا مسلا فهكتب مية خلى القيمة في السطر جديد عن السطر اللي هو الفريستان امر وطبعا هنا انا معدلتش البرينت العادي فبالتالي دي شكلها اشيك دي شكلها احسن كده ان هي تستقبل القيمة فعلا ويبقى لها اثر ايجابي على المستخدم بتاعي تمام طيب يبقى تصميم البرنامج هو مهم جدا واللي بشرح فيه ازاي ابني البرنامج بتاعي او بتاعي اصمم البرنامج بتاعي الاول واخد وقت فيه واشوف انا عايز اظهر ايه لليوزر ومش عايز اظهر له ايه وايه البروسس بتاعتي كاني بقول ان انا بشوف الخوارزمية اللي هابني عليها البرنامج بتاعي وزي ما قلنا قبل كده ان جميع برامج الجافة بتحتوي على كلاس او اكتر من كلاس كل كلاس بيكون له دوال الميسود اللي هي الافعال زي بالزبط الكلاس اللي اسمه اللي سكانر انا استخدمت الابجيكت بتاعه او خلقت اوبجيكت منه علشان استخدم جميع الميسود اللي موجودة في القلاس ده يبقى انا في الاول لو انا شغال على بروجيكت كبير او مشروع كبير فانا محتاج ان انا اعمل بروجرام ديزاين اصمم البرنامج الاول قبل ما ابدأ كتابة الكود بتاعي علشان اشوف تبدأ مع ده ممكن اعمل لهم كلاس لوحده واحط فيه الميسود بتاعتي وبالتالي هنشئ الابجيكت كزا في المين بتاعتي وهكزا يبقى ده طريق التفكير وطريق تحليل كويسة جدا هتساعدك قدام في البرامج الكبيرة في الدروس اللي جاية هنعرف او هنتعرف على كيفية عمل اه بنقول عليه دايجرام او المخطط البياني علشان احلل واصمم الكلاسات بتاعتي اللي هستخدمها في البرامج الكبيرة علشان هيوفر علي وقت ومجهود وينظم لي الدنيا شوية البرامج اللي شغالين عليها دلوقتي دي عبارة عن كلاس واحد وده اللي واحدة اللي هي المين وبكده المخطط البياني او الكلاس دايجرام ده مش هيفيدني هنا لانها حاجات بسيطة بس هنتعرف على الحاجات البسيطة دي من خلال بعض التحاليل البسيط يعني على سبيل المثال لو انا استخدم السودو كود هنا علشان نفهم نحلل البرنامج ازاي فعلى سبيل المثال المفروض ان السودو كود بتاعي اللي انا بابنيه في الاول خالص او خليني اعمل ملت لاين لو انا بابني البرنامج بتاعي كيف المتوقع ان انا ادي بتاعتي بعد كده عايز اعمل ايه عايز اعمل في الاول اعرض على اليوزر اللي هو برو جرام طايتل برو جرام طايتل اسم البرنامج بتاعي بعد كده بعد كده اقول له انتر على اساس ان هو هيدخل القيمة انتر اكس وبعد كده اقرر نفس السطر السطرين دول في القيمة التانية كنترول في بس هيكون هنا second number وهيكون هيدخل لي انتر واي بعد كده العملية الحسابية الحسابية بتاعتي اللي هيكون ست الصم بيساوي الاكس زائد الواي وست الصب بيساوي الاكس ناقص الواي وكمان ست المل بيساوي المل بيساوي الاكس في الواي وبعد كده بقول له ديسبيلي ديسبيلي هيطلع لي الصم والصب والمل وبالتالي انا حللت البرنامج بتاعي الاول قبل ما اكتب الكود بتاعي فبالتالي هيسهل علي جدا بناء الخوارزمية دي في ان انا اكتب الكود وما اطلق بطشي يبقى انا في الاول باخد ورقة وقلم وباكتب الخوارزمية دي او السودو كود بتاع البرنامج بتاعي واللي طبعا هنتعرف عليه اكتر واكتر في البرامج اللي جاية لحد ما هنتعود عليه ونتقنه بشكل كويس جدا بحيس ان انا اعمل برنامج يكون بالشكل ده اعرف فيه اليوزر طبيعة البرنامج وكمان اسهل عليه لان كل ما بسهل عليه كل ما بيكون احسن وطبعا علشان تكتب السودو كود ده مش لازم الطريقة اللي انا كتبت بيها تكون بالشكل ده اكتب زي ما انت عايز عايز تكتب بالعربي اللي هو مثلا بداية البرنامج بداية البرنامج وهنا هتعمل نهاية البرنامج نهاية البرنامج وهنا عايز تطلع له مثلا ان انت تعمل تظهر له على الشاشة اظهار استخدم اي مفاهيم انت تكون عارفة اظهار مثلا عنوان عنوان البرنامج او طبيعة عمل البرنامج او اي حاجة المهم ان انت تحلل البرنامج بتاعك الاول وبعد كده تنفز او تكتب الكود ارجع واكد تاني ان احنا هنستخدم السودو كود في الفترة اللي جاية بس بعد ما نتعلم الدوال ونتمكن منها علشان اه واحنا بننشأ واحنا بننشئ البرنامج نعرف ايه الدوال اللي انا هستخدمها ننشئها ومش عارف ايه وهكذا فبالتالي هتوفر عنوانة كبير جدا هتوفر علينا اه ان احنا نفهم اكتر في البرمجة وان اتعمق اكتر واكتر في البرنامج وكمان بنعمل ديزاين وما عندناش اي مشاكل وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من سلسلة لتعلم البرمجة باستخدام لغة الجوف اشتركوا في القناة